إنه أغنى رجل عرفه التاريخ قارون ذلك الرجل الذي أعطاه الله أموالا طائلة فجحد النعمة وبغى على قومه فكان أن جعله الله عبرة لما يعتبر لكن أين اختفت كنوز قارون الطائلة وما سر ثروته الأسطورية تلك وهل توصل الباحثون حقا إلى طرف الخيط الذي يمكن أن يوصلنا إلى تلك الكنوز تابعونا للنهاية إنه يمتلك أموال قارون مقولة أصبحت للتندر في إشارة إلى رجل بالغ الثراء لا عجب فقارون من الشخصيات الأيقونية التي وردت في الكتب السماوية القرآن الكريم والإنجيل والطورات والتي سجلت لنفسها مكانا في الذاكرة الشعبية والعقل الجمعي بشكل كبير فصارت مضربا للمثل في الغنى والثراء فمن يمتلك اليوم أموالا بكميات كبيرة جدا يقال عنه أنه يمتلك أموال قارون إذن من هو قارون هذا وما سر شهرته الأسطورية تلك قارون بن يصهر بن قاهث رجل من بني إسرائيل من قوم النبي موسى عليه السلام ويقال إنه ابن عم موسى إذ إن موسى هو ابن عمران بن قاهث فهم أولاد عموما كان قارون وزيرا لشؤون العبرانيين في عهد فرعون مصر وقد كان أغنى رجل على هذه الأرض فلم يسبقه أحد بدرجة ثرائه حتى إن مفاتيح الحجرات التي تحوي كل كنوزه كان وزنها ثقيلا لدرجة أنه يصعب حملها بواسطة عدد من الرجال الأشدة بل ويقال أن مفاتيح كنوزه كانت تحمل على ستين بغلا وإذا كان هذا حال مفاتيح الكنوز فقط فكيف كانت الكنوز ذاتها أيضا يقال بأن قارون كان السبب الرئيسي وراء كمية الذهب لدى الفراعنة لشدة علمه وذكائه أما عن سر ثروة قارون فهي محل خلاف بين الباحثين فقيل بأن مصدر ثروته كانت التجارة التي كان بارعا فيها ويقال أيضا بأن قارون قد طلب من موسى أن يرزقه الله علما عظيما فرزقه الله علم الكيمياء الكامل حيث استطاع قارون أن يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية كميائية بحتة فقد كان لبسه من ذهب وسريره وكرسيه من الذهب وكان لديه مخزن عظيم من الذهب حتى أبواب قصره كانت من الذهب وعظم ماله وزادت ثروته لكن بدلا من أن يشكر قارون نعمة الله عليه اغتر بماله وبذكائه وتعالى على قومه وبغى عليهم ولم يستمع إلى نصيحة أهل الإيمان له بالقصد والاعتدال وبتذكر نعمة الله عليه وحذروه من الفرح الذي يؤدي بصاحبه إلى نسيان من هو المنعم بهذا المال ونصحوه بالتمتع بالمال في الدنيا من غير أن ينسى الآخرة مطالبين إياه بالإحسان للفقراء والمحتاجين وبالكف عن الفساد في الأرض بل وأجابهم وقد أنساه غروره مصدر هذه النعمة وحكمتها إنما أوتيته على علم عندي وزيادة على تكبر والعنادي خرج بكامل زينته وأمواله في موكب مهيب وفتن به قومه وغرهم ما فيه من غنى وبذخة فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فرد عليهم من سمعهم من أهل العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ومع السمرار قارون في بغيه وتحوله إلى فتنة عظيمة في قومه جاء عقاب الله حاسما ففي لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره ولم يجد أحدا ينصره ولم ينفعه ماله ولا رجاله وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض في دهشة واعتبار فقال الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكون عندهم مال قارون وسلطانه وزينته وحظه في الدنيا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون هكذا انتهت قصة قارون لتبقى عبرة لمن يعتبر لكن البعض ذهب بتفكيره إلى أمر آخر وتساءل أين اختفت كنوز قارون الواقع أن هناك الكثير من الأقاويل حول مكان كنوز قارون فقيل إن قصر قارون الذي يقع في الطرف الجنوبي الغربي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم جنوبية غرب مصر هو بقايا القصر الخاص بقارون الذي ذكر في القرآن ويردد أهالي المنطقة أن البحيرة المجاورة للقصر كانت ضمن محيط القصر الذي كان يتواجد به ثلاثة ألاف غرفة فوق وتحت الأرض ومن يدخله يتعرض لتيه وربما الصدمة ويخرج فاقدا عقله وبحسب ما ورد في بعض المصادر فقد زعم البعض أنه كان في وجهة القصر كرسي قارون مزخرف بالذهب وأسفل كرسي العرش حفرة كبيرة مظلمة ممتدة إلى أسفل بعمق ثلاثة أدوار ويقال إن بها جثة قارون وكل شيء في القصر كان من الذهب بالإضافة إلى ملابسه كما وجدوا في حجرته الواسعة مستندات من ورق البردي كتب عليها حسابات وأرقام وتساءل البعض هل هذه الحسابات هي معادلات كان يستخدمها قارون في تحويل التراب إلى ذهب لكن علماء الآثار يؤكدون أن كل تلك المعلومات غير حقيقية ويقولون بأن المصريين القدماء أطلقوا عليه قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له والتي تم تسميتها بهذا الإسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة القرون قبل أن تحرف إلى بحيرة قارون وبالنسبة للعدد الكبير من الغرف في القصر فقد كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت ثم تبين أن تلك المعلومات وأن من روجها هم اليهود خلال تواجدهم في مصر حيث أشاع أن القصر هذا لقارون المذكور في القرآن وقورح المذكور في التورات فقورح بحسب ما ورد في التورات هو من صبط لاوي بن يعقوب والذي تزعم التمرد على نبي الله موسى وهارون فعاقبه الرب بأن انشقت الأرض وابتلعت كل جماعة قورح وبيوتهم وكل ما كان مع قورح ليس هذا فحسب بل وأشاع اليهود كذبا أن قارون هو الملك المصري أمين محات الثالث وهو أشهر ملوك الأسرة الثانية عشرة وكان له نشاط عسكري وتجاري واستصلاح أراض يشهد عليه الهرم المسمى باسمه ومعبده الجنائزي في هوارة وهرمه في ذهشور لكن كل تلك الشائعات غير صحيحة وأشار بعض العلماء إلى أن هذا المبنى الذي يقال بأنه قصر قارون هو معبد قديم لدينيسيوس وهو معبود الفرح والمتعة عند اليونان قديما وليس له علاقة بقارون وقصره كما أنه ليس هناك ما يثبت أن بحيرة قارون الحالية كانت المكان الذي عاش فيه قارون يعتقد بعض الصيادين والسكان الذين يعيشون بالقرب من بحيرة قارون أن كنوز قارون الهائلة موجودة في مكان ما تحت سطح البحيرة ويعتقدون أن هناك حورية بحر تحرس تلك الكنوز حتى أن هناك من ادعى رؤيته لحورية بحر في البحيرة الشهيرة وقد افتتنوا بجمالها وسحرها وعلى الرغم من صعوبة تصديق هذا الأمر إلا أن العديد من الناس غاسوا في أعماق البحيرة أملا في العثور على تلك الكنوز الغارقة ولكن لم يعثر عليها أحد حتى الآن في حين ذهب البعض إلى أن قصر قارون كان يقع في منطقة نينوى بالعراق وربط بعضهم بين قارون وبين أحد ملوك نينوى القدامى الذي يدعى أبولو والذي كان يمتلك أموالا طائلة محفوظة في كنوز تحت الأرض هكذا نجد أن هناك الكثير والكثير من التكهنات حول مكان كنوز قارون وكل فترة يظهر من يدعون بأنهم يعرفون مكان تلك الكنوز لكن الحقيقة أن هذا أحد أسرار التاريخ التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن وربما لن يتم الكشف عنها أبدا نقول بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات